اشتركوا في القناة اكيد قلت يعاملك صح لكن واذا يا ابي وان كان الكلام اللي قلته انته هو صحيح بل هو قاعدة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تعامل الناس بمثل ما تحب انهما يعاملك هذا طبيعي الانسان يعيش معهم لكن القاعدة اللي بنتكلم عنها اليوم قاعدة لا تقل عن تلك رقي وسمو احفظها عامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملك الله ما الذي تريده من رب العالمين افعله بالناس كيف تريد ان يعاملك الله سبحانه عامل الناس مثلا تريد الرزق ان الله يعطيك بكل بساطة انفق يا ابن ادم انفق عليك تبي الله يرحمك ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بالضبط اللي تسوي بالناس رب العالمين يعاملك فيه من فرج عن مؤمن كربه فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة كما تعامل الناس الله يعاملك تبي الله يسترعليك من سترى مسلما سترى الله في الدنيا والآخرة تمر بضيقة ومشكلة وازمة من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هكذا يتعامل الله معنا بحسب ما نتعامل مع الناس كلنا ودنا ان رب العالمين يعفو عنا ويصفح وسامحنا تبه المعاملة من الله انت اصفح عن الناس سامح اللي غلط عليك اعفو عن اللي ظلمك وشوف رب العالمين كيف يتعامل معك وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم تبي الله يغفر لك انت يخي يغفر للناس تبي الله يعفو عنك انت عفو عن الناس هذه القاعدة لا تنساها عامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملها كالله حتى لو كنت يوم الايام مهموم وضاي خلقك وزعلان وتبي الله يسعدك ويفرح قلبك حاول انت انك تفرح قلب انسان في النهاية اخذ هذه القاعدة وهذا الحديث والسلام ختام اشتركوا في القناة